شوفنا في التقرير ناسنا يابانيين أو صنيين معرفش أسيويين يعني قاعدين يتحكوا ويعملوا يتحك هل ده اسمه يوجا الضحك؟ يعني هي بص منتشرة في الفترة الأخيرة تبع الحاجات اللي هي تخص الطاقة وانتشار اليوجا والميديتيشن يعني بيعملوا ايه يعني ايه زي ما قالوا في التقرير انت بتمارس الضحكة على مدار اليوم دقيقتين بتخصصهم في ان انت تتحك سواء بقى يعني اول ما بتصحى من النوم أو قبل ما تنام قبل ما تنام تخفيفا لتوتر أحداث اليوم عليك ويمكن احنا بنحتاج ده أكتر عند الأطفال نتيجة يعني يعني احنا بنعالج ده كمصريين ان احنا نتفرج على فيلم كوميدي قبل ما ننام مثلا؟ آه بس خلينا نقول على حاجة مهمة قوي بلاش ان انا انخرط في المسئوليات الحياتية عن ان انا اختار الطريق البديل والهروب يعني فيه ناس تقولك انا ممكن اخلص سيزن كامل من مسلسل مثلا كوميدي بيدحك ايو حضرتك حالة المشكلة؟ لأ طب ايه اللي حصل؟ ما انا عملت لها سكي بس المهم ان انا اتحكت وغيرت يعني مودي وخلاص لأ انا لضحك مش بيمنعني في ان انا اوكي يلا هعمل ريفرشمنت للعقل وابدأ ارجع تاني لحل المشكلة طب العلاج هنا فين؟ دقتين دقتين كفاية قوي ان انا ممكن اشارك حد حديث يعني حديث مع شخص انا بحبه ان انا اتفرج على حاجة فعلا كوميدي تغيرلي من مودي لكن زي ما قلت ما انخرجش فيها لدرجة ان انا انسى ان انا عندي مسئولية كابة او كزوجة ايا كان طيب ده انا دوري تجاه غيري اتجاه نفسي دوري النهاردة تجاه غيري عفوا لو في عندي ابن مراهق في البيت عنده اكتئاب طول الوقت او منطوي طول الوقت او بيحب يسمع اغاني حزينة افلام رعوب الحاجات دي كلها الليل مرحلة اللي بيمروا بيها دوري اعمل ايه؟ مش هزا عرف دوري ايه او انا يعني ايه اللي انا اعمله اطلعه من مودي اكتئاب اللي هو فيه ده وخليه حد اقل شوية من يعني الاكتئاب اللي عنده دي مرحلة يعني صلنا اصلا مرينا بيها بس ازاي طلع ابني او بنتي من ده اوكي خلينا نتكلم فيها من ناحيتين الجزء الخاص بالجوانب الفيسيولوجيا ان بطبيعة الحال الهرمونات بتتغير في الجسم بسبب وجود مرحلة المراهقة الشخصية بتبدأ ان هي تتكون الحاجات دي كلها والناحية التانية اللي مطلوب مني ان انا وفره في حياة المراهق اوكي عشان ابدأ اخليه يعيش سنه ماكلفوش فقطاته الجانب الفيسيولوجي ان انا بطبيعة الحال زي ما قلت ان دي هرمونات فما بداش ان انا اعلق على بنتي او ابني اللي هو يعني خليك انت كده قاعد قلب وشك خليك معرفش ايه اصليه حسسة بالزيادة اصلي مثلا مثلا وليكن عند البنات المراهقين البريد مثلا قربت فخليك قاعدة كده يا اما تحطي وشك في الاكل يا اما معرفش ايه فخلاص انا هنا هبدأ اتصالح مع فكرة ان دي امور طبيعية ممكن ابني ان انا باضعف الاشياء واقلها ان انا خرجوا من موضو طالما انا مليش سيطرة على وجود التغيرات الفيسيولوجية في الجسم الناحية التانية بلاش ان انا خلي حياة المراهق لان المراهقة يعني مرحلة عدادي وسنوي ودي الجزء طبعا ش احنا قربنا بنوسم الامتحانات بلاش اعمل معسكر امتحانات هو محتاج طرفيه محتاج ان هو يخرج مثلا قابل اصحابه محتاج ان انا اكمل في التمارين ما وقفهاش اي حاجة اطلع الطاقة السلبية من الجسم حياته مش طول الوقت مذاكرة وبعد كده اتهمه وبعد ما يخلص الامتحانات يا ابني مش الامتحانات خلصت ما الملك قاعد يعني قافل على نفسك ومكتائب كده ليه ما انا كاب وام السبب في وجود الضغط النفسي عليه ولو لقيت ابني عايز مثلا يقضي وقت بسيط ماما ممكن اخرج مع صحابي في الامتحانات ده ينفع لا بالعكس انا محتاج ان انا اضحك ومحتاج ان انا غير جاو ومحتاج ان انا افصل شوية من المذاكرة عشان نبدأ ان انا استعيد تاني قوتي ناحية تقبل اي حاجة في المواد الدراسية طب انت بصفتك استشاري نفسي هل انت بتعلجي بالضحك يعني خلينا نقول ان انا بقلل حجم المشكلة لان انا محتاجة دلوقتي احنا مثلا حد جاي بيكلم في مشكلة تخص اي حاجة في جوانب حياته وبيتكلم فيها بتأزم قوي بمجرد ما بيعرف الاسباب يبدأ يهدى ويتطمن فده بالنسبة له كون ان هو تكلم عن المشكلة وعمل تفريغ نفسي فبيبدأ يتقبل اي حاجة مني لانا دايما يعني معروف عني ان انا بحاول ان انا اخرج اي حد من الحالة اللي هو فيها لان مش اي حد تقدر تقنعه ان انت السبب في وجود مشاكل تخص حياتك الا بطريقة معينة اوكي عشان يبدأ يشتغل عليها لكن فكرة ان انا مثلا مثلا وليكن حد بيعالج اللي هو انت السبب في كل اللي بيحصل لك في حياتك فابدأ اكتهب اكتر واخرج من عندك عبا عايز ان تحر بيك دي مشكلة كبيرة اوى الناس اللي هم فعلا سبب مشاكلهم وهم مش عارفينه دايما بيلومه غيرهم صحيح